اشتركوا في القناة المدري المندوبية ديال الصحة وكيجي كذلك استمرارا في المعركة اللي خطتها الشغلة الصحية على مدار الأشهر السابقة واللي كان فيها فترة ديال توقوف من أجل العطلة الصيفية والآن كان خوضو ولا كان استمرو في المعارك ديالنا واللي كتجي أساسا من أجل التنزيل ديال المضامين ديال الاتفاق ديال 29 دجمبر 2023 اللي تم التراجع عليه واللي تم الاتفاف عليه عبر اتفاقات مشبوهة كان طالبه أساسا بالحفاظ على الصفة ديال الموظف العمومي وتمتيع هات الصفة ديال الموظف العمومي بالنسبة للعاملين بالمركز الشفائية الجميعية كذلك الإصلاح والتغيير ديال ديال المواد خمسة وستة وسبعتاش وثمانتاش من القانون سفر تمانية اثنين وعشرين اللي كتهم بدات الموظفين ديال وزارة الصحة بصفة عامة واللي كتهم الموظفين ديال المركز الشفائية الجامعية وأساسا الإدماج ديال هات الموظفين ديال اللي سياشوي في الصندوق المغربي للتقعود كذلك هاد الاحتياج كي يجي كمواجهة المشاريع التخريبية ديال الطبقة العاملة المشروع ديال الإضراب الإصلاح ديال ما يسمى بأنظمة ديال التقعود وكذلك الإدماج ديال الكنوبس في الصين اساس هذه معركة اللي احنا نعتبرها معركة مصيرية وجادين ومستمرين فيها إلى غاية الرجوع إلى طاولة حوار جاد ومسؤول على الأرضية ديال الاتفاق الموقع من طرف الوزارة الصحة والحكومة مع الفؤرقاء الاجتماعيين الاتفاق ديال 29 دو جنبير 2023 اليوم احنا في الاعتصامات في الدخل من دوبيات والبرنامج الاستراتي الجامعة هو برنامج واضح الخطوة المولية هي اعتصام مركزي أمام وزارة الصحة إذا ما تمشت الاستجابة للمطالب ديالنا العادي للمشروع هذا الاعتصام الجزئي نجسيده اليوم انتجاما مع مقرارات المكسب الجامعي الذي دعا إلى تنفيذ اعتصامات متزامنة بمختلف أقاليم المملكة والاعتصام يأتي ضنع لتعنوط الوزارة في الاستجابة المطالب العادي للمشروع لطرحتها الجامعة الوطنية الصحة خاصة المركزية ديال الأجور والحفاظ على الصفة ديال الموظف العمومي وتنزيل مضامين محضر 29 دجنبر 2023 المعركتنا ما زالت مستمرة وفي هذا الوقت الذي كان الجامعة الوطنية الصحة بمختلف فروعها وأقاليمها تجسيد هذه المحطة النضالية نحن مقبلين على معارك أكثر أكثر سعيد من أجل تنزيل مختلف المحضر 29 دجنبر 2023 والذي تم الاتفاق بشأنه سابقا إلا أن الوزارة تراجعت عن كل مضامينه والمطلب الأساسي من هذا المعارك هو الحفاظ على مركزية الأجور والحفاظ على صفة موظف عمومي وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة